موسيقى هايقول لك وسع الأرض وتفايا عالأهل من الأهل نقطوا من أول الصد الأهل كيان والمكان للقلب وعشك عمر الأهل كل زمان هذه الشياطين الحمر الأهل كيان والمكان للقلب وعشك عمر الأهل كل زمان هذه الشياطين الحمر هكذا كان الأهل وهكذا سيظل الأهل فوق الجميع بمفهومها السامي ومفهومها اللي هتفهموه معانا خلال الحلقة ولو كره الكارهون أهلا بك يوسامة في كياننا العظيم اللي بنتعلم منه كله أهلا بك فارس وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة بعنوان دايما الأهلي فوق الجميع بالمعنى اللي احنا دايما بنوضحه وبنفسره ولكن البعض يتجاهل هذا التفسير من أجل أغرض شخصية هنكشفها خلال هذه الحلقة إن شاء الله حلقة أعتقد أن أي حد معني بمعرفة الحقائق وبالعقل المجرد الغير موجه أو غير كاره للنادي الأهلي أو اللي عايز يشوف الحقيقة هيعد ويسمع معانا ويعرف أن أي حجم كراهية جواك تجاه النادي الأهلي لا يمكن يغير من التاريخ حاجات كتيرة هنقف عندها بس فيه كلمة أنا وقفت عندها اتقالت أول إمبارح لأن الكلمة دي تمس جمهور النادي الأهلي اللي احنا خارجين منه واللي يمس جمهور النادي الأهلي احنا هنا درنا كناس أساسا من جمهور النادي الأهلي إن احنا نوجه رسالة ونقول يعني ايه جمهور النادي الأهلي وإيه مرجعيته لما يتقال إنه جمهور النادي الأهلي هو جمهور سمة وطاعة وجمهور طيع طيع هو مصطلح يعني إن سهل تشكيله على الجانب الآخر جمهور فيه جمهور مصقف وجمهور عنده موقف وراء وده مش موجود في النادي الأهلي أو هكذا حب أحدهم إنه هو يصور حابين نقول إن ده ناتج عن عدم دراية بتاريخ النادي الأهلي وتاريخ جمهوره النادي الأهلي كمؤسسة عنده فكرة أشبه بفكرة العقد الاجتماعي بتاعة جان جاك روس وكده في الفلسفة وهي مجموعة من الضوابط اللي بتحكمنا كلنا مجلس إدارة جمهور لاعبين وأجهزة فنية ده منهج الأهلي دايماً اللي بيخرج عن المنهج ده بتلاقي جمهور النادي الأهلي بيكون واقف ليه وبيكون عنده موقف عمر جمهور النادي الأهلي ما كان جمهور سمع وطاعة واستخدام المصطلح ده اللي فيه حواليه علامات كتير جداً مع جمهور النادي الأهلي غير مقبول بالمرة ولكن كمان اللي بص بتاريخ النادي الأهلي عزيزة عيشت ذات باشا مروراً بعبدالخلق صروت باشا وجعفر والي باشا أحمد حسنين باشا إلى آخره حيلاقي دايماً إن رؤساء النادي الأهلي طول ما انت ماشي على منهج النادي الأهلي ونصقه هتلاقي الجمهور في صفك وبتكمل وبتستمر اللحظة اللي الجمهور حيحس إنه غير راضي عن مرضودك كان بيبقى جمهور ليه وقفة وكان التغيير بيكون سريع جداً على الجانب الآخر شفنا أندية كان بيتوصف رؤساءها بإنه هم أهلوية جم يدمروا النادي بس استمروا سنين والجمهور بقى دعم ليهم ده مش هتشوفه في النادي الأهلي كمان داخل النادي الأهلي عمرك ما هتلاقي لاعب أو مدرب هارب بيرجع للنادي الأهلي والجميع بيبرر ليه والجمهور الأهلي بيتقبل بسياسة الأمر الواقع جمهور النادي الأهلي ما بيقبلش بسياسة الأمر الواقع وهو مش جمهور سمع وطاعة ده أكتر جمهور قادر على الفرز شوف أنت مواقف الجمهور الثاني وصنفه هل هو جمهور فارز وناقض زي الأهلي ولا لا كمهير النادي الأهلي لها مواقف تاريخية كتير وإن كنت أعتقد أن البعض بيكون عارف المواقف دي ارجعوا لفترة 62 ل67 وإزاي جمهور النادي الأهلي كانت بتحاول تعيد النادي الأهلي لملكيتها لأن النادي ده ملك الجمهور كانت الجمهور شايفة اللي بيحصل في النادي الأهلي في خمس سنين هو تدمير للنادي الأهلي حاولت كتير جدا حصل استقالة لأعضاء مجلس الإدارة ولكن للأسف رئيس مجلس الإدارة رجع تاني وشكل أعضاء من مجلس الإدارة لكن غضب جمهور النادي الأهلي أكبر الجميع على الاستماع والإنصاط وتغيير المجلس الإدارة سنة 66 أو موسم 66-67 وكانت أولى محاولات إصلاح النادي الأهلي وعودة هيبة النادي الأهلي وسيطرت النادي الأهلي على البطولات وجمهور النادي الأهلي لا تقبل أبدا إلا أن النادي الأهلي يكون رقم واحد رجع النادي الأهلي لمصاره الصحيح جمهور النادي الأهلي عارفة كويس يعني إيه النادي الأهلي وكل من يقود النادي الأهلي أو يمنح ليه شرف قيادة النادي الأهلي بيبقى عارف كويس أن فيه منهجية سابتة مش ممكن ينحرف عنها لأنه هو اللي هيضل الطريق ده بخصوص جماهير النادي الاهلي لكن البعض بيكون عارف كويس قوي الكلام ده وبيكون قاري كويس قوي الكلام ده ولكن بيكون متعمد التضليل عن عمد ربما لأنه عارف كويس جداً أنه هو صفر والصفر لازم عشان يكون له قيمة لازم يتحط جنبه حاجة واحد صحيح على يمينه وأي حد بينتقد النادي الاهلي أو بيمدح النادي الاهلي هو بيحاول يقترب من الواحد الصحيح لكن هنا في قناة النادي الاهلي عند جماهير النادي الاهلي من يمنح النادي الاهلي حقه بيتواجد على يمين الاهلي الواحد الصحيح فبتزيد قيمته أما من يتجنى عن النادي الاهلي أو يحاول عبساً تضليل الجماهير عن تاريخ وتشويه صورة زهنية للنادي الاهلي فمكانه على يسار النادي الاهلي على يسار الواحد الصحيح يعني قيمته ستظل صفر حتى لو حاول جذب المزيد من المشاهدات سيبقى دائما صفر أمام النادي الأهلي سيبقى دائما صفر في أعين جماهير النادي الأهلي سيبقى دائما على قيمته الحقيقية صفر أعتقد وضحنا لكم في بداية مهم جدا تفهموا منها إن إحنا كلامنا حيكون بالأدلة بالتاريخ لأن في حالتين يا البعض يجهل فنعلمه يا إما البعض عارف وزي ما أسامة قالها بيضلل وهنا مسؤوليتنا في قناة النادي الأهلي إن إحنا نكشف للجميع تضليله يمكن يا أسامة زي ما أنت قلت لو هو جب صفر أو هو وضع صفر يحاول يرتقي ويقترب من منزلة النادي الأهلي شوية وإن كان ده صعب جدا هو صعب جدا وسيظل على يسار النادي الأهلي دائما لأنه عنده مشكلة في الانحياز التأكيد هنتكلم عنها كتير ولكن النادي الأهلي خلاص اللجنة القانونية النهاردة في بيان صدر بصدد شكوى أحد الأعلميين الذين أو الذين تطاول على النادي الأهلي وعلى جماهير النادي الأهلي وتشبير شعار للنادي الأهلي إنه هو شعار نازي عن جهل متعمد فبالتالي بكرة إن شاء الله فيه منقشة لمجلس إدارة النادي الأهلي بناء على توصية اللجنة القانونية اللي اجتمعت النهاردة لشكوى هذا الإعلامي اللي تطاول على جماهير النادي الأهلي أعتقد ده رد واضح جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن اللجنة القانونية في النادي الأهلي لأن بالتأكيد لابد إن اللجنة القانونية ومجلس إدارة النادي الأهلي زي ما إحنا حرصين في إعلام النادي الأهلي إننا لا نفرت أبدا في حق جماهير النادي الأهلي بالتأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أشد حرصا على غضب جماهير النادي الأهلي وسيتصدى لأي إساءة يتعرض لها جماهير النادي الأهلي وهنا رسالة للسادة المسؤولين هنا رسالة للسادة المسؤولين لغية إمتى هتفضل التجاوزات في حق النادي الأهلي وجماهيره الأمر أصبح ممنهج بشكل غير طبيعي وغير مقبول ومتتالي في فترة زمنية قليلة جدا احنا هنا كتير جدا بل طول الوقت بنكون رد فعل لأمتى سنظل رد فعل لأمتى سيظل الغضب المكتوم عند جماهير النادي الأهلي تجاه هذه الممارسات اللي بتصدر عن البعض الغير مسؤول لابد من حساب لابد من حساب وبنكررها كان تاني مرة وتالت مرة للسادة المسؤولين قوموا بدوركم تجاه من يتجاوز ومن يخرج عن النص ومن يشعل الفتن مين اللي بيشعل الفتن حاليا دايما بيتم اتهام بعض الرياضيين وبعض إعلام قناة فقوية معينة بإشعال الفتن هنا في قناة النادي الأهلي دايما رد فعل ولكن من يشعل الفتن دائما من يأتي من خارج قناة النادي الأهلي فدي رسالة للمسؤولين نرجو أنهم يستمعوا عليها ونرجو أنهم يقوموا بدورهم لأن بمنتهى الأمانة فضل كيل تماما خلال فترة قليلة جدا النادي الأهلي مر بمجموعة من التجاوزات مرورا بشكبالة والإساءة مرورا بجريدة نادي الزمالك وهي بتوسيق ومؤخرا وصف النادي الأهلي بشعار يحض على الكراهية وهو مجرم في العالم كله هذه الصفة يعقب عليها القانون وهنا بيأتي دور مجلس إدارة النادي الأهلي في الدفاع عن حقوق النادي وعن عبارات وشعارات تاريخية إن كنت أنت بتجهلها إحنا نعلمك ولكن لا يحق لك إطلاقا إن أنت تسيق للنادي الأهلي من خلالها عشان كده بننتظر وده دور النادي أما هنا دورنا إعلاميا إن إحنا نعرف كل واحد حقيقة اللي هو إما مش عارفه أو زي ما قلنا لكم هنحاول نكشف للجميع قد إيه هو جزء من التضليل ولكن هناخدكم في جولة أخبار سريعة هتبدأ بعودة آآ اتنين من المعارين اللي فعلا كان لهم تأثير كبير جدا سواء عمار حمدي أو أحمد عبدالقادر اللي اتنين بيتميزوا بحاجة المسلمين بيبص لها في الفترة الأخيرة وهي المهارة والقدرة على المراوغة والاختراقات ويمكن ده كان بينقصنا نسبيا شوفناه في الصفقات وبنشوفه كمان في نوعية المعارين بالتأكيد يا فارس وهم أثبتوا كفاءة بشكل كبير جدا وتحديدا أحمد عبدالقادر وعمار حمدي خاصة أحمد عبدالقادر اللي من وجهة نظر جماهير كرة القدم المصراء اللي تبعته وتقلقه مع فريق سموحة كانت شايفة ان فيه ظلم بيّن وقع عليه في عدم اختياره دمن القائمة اللي مسلت مصر في أولمبياد توكيو 2020 أحمد عبدالقادر سجل تسع أهداف مع فريق سموحة ومساهم بشكل كبير جدا في صناعة الأهداف وعنده المهارة زي ما قال فارس وكمان عمار حمدي لاعب جوكر جديد بتقدر تستخدمه في أكتر من مركز ومن كرة القدم طبعا عندنا تهناءة مهمة جدا لأبطال كرة اليد بطولة أبطال كؤوس أفريقيا للمرة الرابعة في التاريخ شيء إيجابي جدا وإنجاز دفع طبعا الكابتن محمول خطيب رئيس مجلس الإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي بتهناءة الأبطال وطبعا عندهم مباراة مهمة في السوبر الأفريقيا ولكن كانت مباراة أمام وداد أصمرها فارس والحقيقة قدر النادي الأهلي يحسمها ببراعة وكفاءة وخبرة قدر النادي الأهلي يحقق لقب مهم وكمان جمهور النادي الأهلي بينتظر السوبر الأفريقي يوم الجمعة أمام نادي الزمالك وإحنا طلبين من اللاعبين إن هم يعملوا أقصى ما عندهم دي كانت صور من التتويج بطولة مهمة ولكن كمان دي البطولة العشرة الأفريقية الأهم اللي جاي والأهم من الجيل ده يبدأ يكسب شخصية إن شاء الله ننتظر إن احنا نبدأ مع الفترات الجاية نشوفه عند حسن توقعات وحسن ظن الجمهور بهم إن شاء الله وبنبرك لهم على الفوز اللي هم يستحقون بالتأكيد ألف مبروك لأبطال فريق اليد ومنتظرين منكم الكثير لأن مستقبل الفريق كله شباب فنقدر نبني كتير جدا والجاب أو الفارق فعاد بطولات بيننا وبين نادي متصدر فعاد بطولات اليد على عكس القاعدة طبعا في النادي الآلي يقدر يتعود في خلال أربع سنين أو خمس سنين بكتير بس إننا نهتم بشكل أكبر من كده بفريق كرة اليد بطل أبطال كؤوس أفريقيا طبعا عندنا مباراة مهمة جدا لمنتخب مصر بكرة مع الجابون بعد فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف لمحمد مجدي أفشا طبعا محمد مجدي أفشا أصبح يتمتع بثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر وتقريبا مش تقريبا هو بالفعل أكتر لعب ساهم في الأداف مع حسام البدري أو كابتن حسام البدري في الفترة اللي تولى فيها قيادة المنتخب في 8 مرات ولكن بالتأكيد في حالة يعني بنرصدها أو واضحة جدا فكرة الشغف بمنتخب مصر بالتأكيد قال يمكن حتى المهندس خالد عبدالعزيز كان كتب ده في تويتا أن في مشكلة في الشغف تجاه منتخب مصر وده يمكن نابع لأن فريق أو جماهير كرة القدم مصرية جماهير زواقة طبعا هنا بيتكلم عن تراجع الاهتمام الجماهيري بمورات منتخبنا أمام أنجولا وده شايفه شيء سلبي على أداء اللعبين والجهاز الفني وينا لازم يعني نوجه رسالة للجهاز الفني بكبتن حسام البدري لأن لازم يكون عارف وأكيد هو عارف أداء يكون مقنع الحقيقة حتى هذه اللحظة مفيش أداء مقنع لمنتخبنا المصري برغم أن الكابتن حسام البدري عامل ثمان مباريات بدون هزيمة خمسة فوز وثلاثة عادل وده رقم جيد جدا بل رقم ممتاز ولكن فيه ألأ تجاه جماهير القرى المصرية من المستوى اللي بيقدمه منتخبنا الوطني كل التوفيق طبعا لمنتخبنا غدا أمام الجابون إن شاء الله ونقدر نفوز لأن ليبيا فاتت على الجابون بعد ما كانت متأخرة ونتصدر المجموعة بدرية فارس لأن طبعا دي تصفات كأس العالم ومحتاجين إننا نشوف الفريق في كأس العالم مباراة الجابون مهمة جدا أنت عندك مش بس أوبامين يانج أنت كمان عندك مهاجم سانت اي تيان وفريق خسر من ليبيا حيحاول يعوض ولكن عشان نكون برضو على نفس الخط مع الجمهور لأن احنا حسين في الفترة الأخيرة بشعورهم أو زي ما انت قلت عدم الرضا على الأداء يا جماعة كوبر كان صعد بين الكأس العالم ولعب نهاية كأس الأمم ولكن الناس كان عندها تحفظ على فكرة الأداء وفكرة الرغبة في وجود شكل مختلف للمنتخب فإذا انت لازم كمدير فني تبقى فاهم إن الأداء شيء مهم هتيجي تكلمني في إنه معطيات الدوري وطبيعته مؤسرة جدا وإن اللعبة مجهدين وهنا بروح لاتحاد الكورة فين التنصيق انت جيت فترة كنت عايز تعمل الكاس في عدد أيام مضغوطة ليه ما فكرتش كان يبقى في جولة أم الدوري في الوقت ده وكت ممكن اديت راحة للفرق في نهاية الدوري اللي انت ضغطته جدا عشان خاطر انت شيء أضر بالنادي الأهلي كان ليه ما فيش تفكير مختلف واستراتيجية مختلفة وعجبني كمان تصريح ماد متعب اللي تكلم فيه في جزء فني كبير جدا إن كابتن حسام البدري كان عنده وجهات نظر مختلفة تماما فيما يخص عملية تدوير الكورة لما تشوف أنجولا مستحوزة أمام منتخب مصر 51% إلى 49% على أرضك فأكيد انت هنا فيه مشكلة عندك كبيرة جدا وأكيد بتزود الحمل البدني عليك محتاج كابتن حسام البدري يراجع نفسه ومحتاجين ندي ثقة للجمهور بكرة في مباراة المنتخب أمام الجابون عشان يكون فيه إحساس أكبر بالمنتخب ولكن بعيدا بقى عن المنتخب اللي بنتمنى ليه التوفيق فيه أعداث حصلت على الساحة مؤخرا بعد ما يخص عقوبة شيكابال إحنا هنا ما بننساش وما بيتضحكش علينا كون الأمور إعلاميا دلوقتي بقت تتاخد لنصق فكرة أصلة قال لرئيس اتحاد الكورة أنت أهلاوي وده الموضوع وده الصياق أولا إحنا مرجعيتنا تقرير لجنة المسابقات اللي ممكن خلال البعد أو محاولة إبعاد اللاعب عن رئيس اتحاد الكورة يكون المرائب أو الموجودين سمعوا كلام مغير تماما أثبته في التقرير أنا عندي تقرير بيقول إيه؟ بيقول سب الاتحاد بقول التجاوز اللفظي وبيتكلم في محاولة اعتداءات ده القرار بتاع لجنة المسابقات اللي استندت عليه في غرامة التمن شهور وقدامكم التوصفات اللي وصفناها كمان أنا عندي سؤال مهم جدا كان فيه كاميرات كتير جدا في الصورة قريبة من شيكابالا وعلى خطوات منه لو فعلا ما حصلش ده هو ليه ما حدش يطلع لنا التسجيلات دي اللي كتير جدا من المحطين واللي كانوا موجودين قالوا ما يتوازى وما يتماشى مع تقرير تحاد الكرة أو لجنة المسابقات أنا آسف واللي يؤكد ان لو خرج ما قاله شيكابالا فهو كافي بشط باللعب يا أسان بص يا فارس هو فيه مشكلة كبيرة جدا البعض بيتجاهلها تماما وهنا توقف عن ده ولكن هي فكرة الأول تقال لي انت أهلاوي والبعض استند لكلام البش مهندس أحمد مجاهد لما قال أنا ما سمعتش شتمتي مش معنى انه قال انه ما سمعتش فده معناه انه ما تشتمش ليه لان تقرير مرائب المجراء قال فيه محاولة اعتداء على البش مهندس أحمد مجاهد ده رقم واحد رقم اتنين الاعلام صور فكرة لما يتقال البش مهندس أحمد مجاهد انت أهلاوي هي انت أهلاوي دي شتيمة تستحق على الإقاف اه لانها في السياق بيدعو ان انت غير أمين على إدارة المسابقة ان انت شخص متحيز انا لما اجا اقول لشخص انت زمال كاوي انت سمع اللاوي انت التحداوي انت ايا كان مين في نطاقها فما فيها الشتيمة انا بوصفه لكن لما يجي لرئيس الاتحاد في نهاية الدوري وقال له انت أهلاوي وعشان كده عايز تفسد فرحتنا فهنا فيه تشكيك في زمة رئيس الاتحاد فيه اتهام واضح بالانحياز لرئيس الاتحاد احنا بنتكلم في بديهيات الاعلام بيتجاهل البديهيات دي وطالع بيقول يا جماعة هي اهلاو دي شتيمة لا هي مش هتيمة اهلاو دي شرف ولكن لما يتقال لرئيس الاتحاد فانت هنا بتتهمه بالانحياز للنادي الاهلي نفس الشخص وهو شيكبالا هو اللي كان بيقول لو عايزين توجهه الدوري الاهلي انتو بتوجهوه الدوري حاليا فين مش بتكلم عن مكانه لانه هو مكانه بيخرج برا النادي الدوري حاليا مع نادي الزمال فبالتالي فكرة الاتهام بالتوجيه فكرة هي باطلة وترد عليها ده رقم واحد رقم اتنين ما هو لو فيه اصلا حد عايز يفسد فرحتك زي ما تقالك حتى كمان من كابتن وسامة نبيه طب ما انا اصلا ليه اوصلك انك تفرح ليه ما يتحطلكش عراقيل زي اللي تحطت للنادي الاهلي ليه ما يتضغطش النادي الاهلي شهرين يلعب 16 ماتش طب ما انا كنت ريحته بدل ما اتضغطه 16 ماتش عشان اكيد الاجهاد هينال من لعبته وهيقع ليه ما هتجبتش حكام اجانب بنانة على طلب النادي الاهلي لو انا عايز اجامل بقى النادي الاهلي ده انا حتى طلبات النادي الاهلي انا استبعتها لكن مش عايدين نخرج عن السياق ده في النهاية ده قرار مجلس الادارة فيه عقوبة حصلت فيه تقرير واضح تم نشره في المواقع فيه يلا كرة وغير 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 بيقول ان فيه ادانة ولكن زي محراتكم شايفين ده التقرير فانا اتمنى يكون فيه مصداقية وتعامل اعلامي فيه وضوح مع المتلقي ده رقم واحد رقم الاهم بقى والتجاهل الاهم وهو فكرة هو انتوا ليه متجاهلين موقف شيكابالا بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي انا هنا حق النادي الاهلي فين ليه محدش بيتكلم عنه خالص لا تحاد كرة ولا لجنة مسابقات ولا حتى اعلام رياضي المفترض انه محايد شيكابالا للمرة الالف بيطلع يسير جماهير نادي الزمالك للشتيمة النادي الاهلي محدش تكلم عن ده ليه مارش الزمالك والانتاج اللي هو قبل مارش الاهلي والبنك عقوبة اللجنة المسابقات في حالة شيكابالا اللي اتكررت هي مباراتين وخمسين الف جنيه غرامة طيب هو عملها قبل كده في الموسم ده اه عملها بعد مبارات الاهلي والزمالك في الدوري لما اشار على حزاؤه خد مباراتين وخمسين الف جنيه غرامة لكن البشمهندس احمد مجاهد طبعا اقال لجنة الاندباط فبالتالي اللايحة بتاعت لجنة الاندباط او المادة تمانية وعشرين بتقول ايه ان لو العقوبة او المخالفة دي اتكررت تاني فانت من حقك تغلز العقوبة يعني المباراتين بتوع الايقاف لشتيبالا لكماتش الانتاج المفترض يبقى اربعة لكن لانه اطاح بلجنة الاندباط فما فيش اصلا عقوبة من لجنة المسابقات ومحدش بيتكلم وكأن الاهانة بقت مسموحة من جماهير نادي الزمالك لجماهيري نادي الاعلي بتحريض من شكبالا فين اقاف شكبالا بعد امرات الزمالك والانتاج ده رقم واحد رقم اتنين قدي اللايحة بتاعت لجنة الاندباط اللي اطاح بيها البشمهندس احمد مجاهد اللي بتتكلم بوضوح لو المخالفة تكررت في نفس الموسم العقوبة تكون مغلزة يعني ايه؟ يعني المفترض شكبالا بعد امرات الزمالك والانتاج يتم اقافه اربع مباريات غير الغرامة المالية لا تتوقف مبارتين ولا توقف اربع مباريات كل المشكلة حاليا الصراع داير بين شكبالا والتحاد القرى لا ده قال له انت اهلاوي لا انا شتمت لا ما شتمتش لا تقرير المباريات بالمباراة وعندنا حالة واضحة تستدعي اقاف اربع مباريات لشكبالا وهي تحريض الجماهير للمرة الالف بعد مرات الزمالك والانتاج الحرم انا بقى عندي تخوف وعندي جملة قالت النهاردة من احد الاهلمين يا اسامة قال ايه بقى على عدم التعقب على قصة شكبالا كان بيقول ان احنا في جو عايزين نهدي الاجواء يبدو كده للمشجع ان تهدئة الاجواء دي اصبح معناها استباحة الاهلي االميا وفي نفس الوقت كل ما يخص النادي الاهلي بقت الناس تعف عنده وتتعامل معانه هو اساء لا جماعة دي مش تهدئة الاجواء ده تعدي على حقوق النادي الاهلي ده استهانة بالنادي الاهلي وده لن يسمح بي اي مسؤول في النادي الاهلي ولن نسمح بيه كاعلام والجمهور لن يقبلوا لان الامور ما بتمشيش كده اديني حقي وفقا للوايح وما تتعاملش بالامور كتهدئة ومواقمات وموازنات وساعتها انت فعلا هتبقى بتهدي الاجواء انما عمر ما تهدئة الاجواء من خلال ان انت تسيب النادي الاهلي مستباح اعلاميا للبعض واحنا لن نسمح باستباحة النادي الاهلي اعلاميا وهنا هنرد بكل قوة بمنتهى الادب وشعرنا دايما لانتوا عارفينه التناول بلا تطاول او بلا تجاوز لكن الحقيقة البعض ما يعرفش يعني ايه النادي الاهلي والبعض من حصن حظه انه هو ما كانش لعب في النادي الاهلي ببساطة 2004-2005 كان فيه لعب كرة طيرة اسمه ايمن رجدي ايمن رجدي ده كان افضل لعب في افريقيا ثلاث مواسم افضل لعب داخل القرى المدة ثلاث مواسم راح ايمن رجدي يحضر مباراة كرة سلة بين الاهلي والزمالك وكان والده مريض حضر ايمن رجدي جماهير الزمالك شتمته بوالده ووالدته فجماهير النادي الاهلي ردت على شتيمة جماهير الزمالك لأيمن رجدي بانها تلبطه وتحييه وينزل ارض الملعب النادي الاهلي رح له رئيس النشاط وقته الكابتن سامير عبد الرب وقال له ما ينفعش تنزل هو نزل ارض الملعب فهو بينزل ارض الملعب بيتم تحييته من جماهير النادي الاهلي جماهير نادي الزمالك رجع التاني ثبته فاشار اليها بالحزاء ايه اللي حصل من النادي الاهلي مع افضل لعب في القرى ثلاث مواسم شد من سجلات النادي الاهلي اللي ما يعرفش النادي الاهلي هو بالفعل ما عرفش حاجة عن تاريخ كرة القدم المصرية تم شط بايمن رجدي من سجلات النادي الاهلي والاهلويته رفض ان هو ينضم النادي اخر تخيلوا مني النادي اللي فوضه؟ نادي الزمالك نشوفكم بعد الفصل ورجعنا لكم وبنمجكم الاهلي خطة احمر من يومين الاعلامي ابراهيم عيسى تناول النادي الاهلي في عدد من القضايا وكان اغلب الكلام عبارة عن مغلطات هنا دورنا نوضح ازاي هي مغلطات كتير جدا ممكن تتكلم في اي مجال ومعلومات المجال ده لها الباحثين المختصين بيها يقولولك اذا كنت انت صح ولا خطأ ولكن عند النادي الاهلي نادي الاهلي في ناس حفظة وعرفة تاريخه كويس عرفة كل سطر في تاريخه وتاريخ النادي الاهلي مشرف يخليك راسك مرفوع قوي وانت بترد وانت بتعلق وانت بتقف عند كل حاجة بتتقال عشان تكشف ازاي انك لما تبقى بتمتلك من الاشياء قشورها فقط سهل جدا رد عليك وسهل جدا كشف مغلطاتك وده اللي حنوضحه النهار ده بالتأكيد يا فارس احنا يمكن قلنا في الانترو عن فكرة الناس اللي بتحاول تضع قيمة لها وستظل دائما على يسار الواحد الصحيح استاذ ابراهيم عيسى مشكلته ان هو بيقرأ ودي حقيقة مشكلة لان هو لو مش بيقرأ هنقوله هو مش عارف لكن اما انه بيقرأ وبينسى او انه بيقرأ وبيقول معلومات هو عارف انها معلومات خطأة استاذ ابراهيم عيسى قعد ساعة كاملة امام الكاميرا كده يعني ما شاء الله عليه بدون اي فواصل وتقريبا وجود ساعة بدون فواصل خلته يتكلم عن النادي الاهلي ليه عشان هو عارف ان الحديث عن النادي الاهلي هيمنحه قيمة حتى لو كان الحديث بشكل سلبي بالتالي هيتم الحديث عنه من قبل جماهير النادي الاهلي من قبل اعلام النادي الاهلي لان احنا هنا دورنا مش هنسمح با اي حد يتجاوز في حق النادي الاهلي واحنا مش بيقول كلام مرسل احنا بنقول ان الاستاذ ابراهيم عيسى يجهل تاريخ قرة القدم المصرية مش تاريخ النادي الاهلي بس تاريخ كرة القدم المصرية وهو بيشجع نادي الزمالك وعنده جاهل قروي بما يدور حتى داخل نادي الزمالك سواء على الماضي القريب أو الماضي البعيد وده اللي هنوضحه الفرس جداً أنا أحياناً الناس بتبقى كانت الناس متعصابة قبل الحلقة نوم القصة يا جماعة مش في العصادية أحياناً في حد نتيجة إنه زي ما قلنا بيجهل معلومة ما أو بيتعمد تضليل المتلقي بمعلومة ما بيكون سهل عليك جداً هنا إن انت تكشف عظم تاريخك وعظم مواقفك بالورقة والألم وعشان كده بالعكس هو اللي بيكون في موضع الضعيف وموضع كمان بيقضي على أكاذيب وحجة كتير خصوصاً إن احنا شفنا حالة زهوة من كتير جداً من جمهور المنافس بالكلام على اعتبار أنا شفت يعني أحد أقربه وخلينا أقول أحد أقربه دون توصيف اسمه يعني لأن هنكون الدناء أكبر من قيمته شايف إن يا جماعة أهو طب ورونا طب اعملوا لو أنت عندك ألف بموضوعية وتفرجت على الفقرة دي هتزعل قوي مش على نفسك بس هتزعل على اللي قال الكلام وحنبدأ عسامة بحاجة بسيطة جداً المدل قريب أه تدل إيه يعني هو المثال ده احنا هنقف عند حاجات أكبر بكتير جداً بس يا عاجة بسيطة بس أنت ليه 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 مش عايز تقول أخوه أخوه مش لازم يقول ياسم أخوه هو دوره أخوه وأخوه بيتكلم مع جماهير النادي الأهلي بانتصار وزه والحقيقة لما كان أخوه بيتكلم كنا بنقول له ما تحاول تتعلم يا أخي من أخوك الكبير لقين أخوك كبير بيرد الكلام هو شبه الأخ الصغير طب نقول للمين يتعلموا من مين آآ ليه هنبدأ معاكو بحاجة بسيطة عشان نوريكم أن أبسط المعلومات الرياضية أنت كمحاور لازم تحضر لازم تشتغل آآ أستاذ براهيم عيسى قدين في الشغلانة فأنت طبيعي لما تطلع أولا الحلقة عن الاحتفالية فأجواء حتى الاحتفالية مش مناسب أبدا للي تقلقى بلها ولكن كمان طبيعي يبقى معايا إعداد أو أنا على الأقل محضر في اللي بقوله الفقرة دي أو أول جزء هنترح عليكو هتثبت لكو تماما أن كل ما جاء قبل ذلك وبعد ذلك على نفس النصق عدم دراية نطلع ونشوف الفيديو والحديث عن الانتقالات اللاعبين ومقادتهم للأندية وكلام عن اللاعب أحمد حسن شوف الفيديو الحمد للنقاض أما ترك نادي الزمالك بعدها رفع عضية على نادي الزمالك أو هو وهو داخل نادي الزمالك خليني أقول الصح هو يعني رفع عضية واستنى في مصر شهر ونص ثم غادر مصر ورفع عضية وكان مستنى أن الموضوع بتاعه يتحل وما تحلش ثم ترك نادي الزمالك وبعدين الأمر كابتن رحمد حسن عميل لعيب العالم رفع عضية على الأهل ورجع الأهل عيا كان يعني خليني عقيل طبعا كل الاحترام لكابتن حسن لبيب حسين كابتن حسين لبيب طبعا حتى استدعاء الموقف دخل صلح الفكرة ما حبش يعلق لأنه هو أعتقد عارف أن ده ما حصلش مقلقا كان صحيح الفكرة بقى اللي حصل فيها إيه هي فكرة استدعاء النادي الأهلي ليه قلنا لكم قبل ما نطلع للفيديو أنت جاي بتحتفل بشكل واضح بنادي الزمالك فإيه اقترار معلومات مغلوطة وحنوضح أنها مغلوطة للنادي الأهلي هنا الكلام من كابتن حسين لبيب بشكل واضح عن حمد النقاز وعودته لنادي الزمالك بعد ما كان فيه مقضاء وبعد ما تقال على اللعب هارب كل ده شأن زمالكاوي لا يعنينا من قريب أو بعيد ولكن بص العقلية اللي كانت على مدار الحلقة دي منهجيتها وده هدفها استدعاء النادي الأهلي طول الوقت عايز أقولك أنتوا اللي اتنين بتعملوا زي بعق بل بالعكس ده يمكن النادي الأهلي أوحش إيه المشكلة ما كابتن أحمد حسن قبل كده يمشي من النادي الأهلي وقضاء ورجع للنادي الأهلي ده ما حصلش ده غير صحيح أنت ما عندكش فكرة بتاريخ النادي الأهلي أو أبسط الوقاع الرياضية النادي الأهلي ده اللي كابتن عصام الحضري اللي بتقول جمهور النادي الأهلي طيع وجمهور سمع وطاعة لما رجع وطلع مع كابتن ميت حد شرب في أحد الحلقات وبكى على الهوى عشان يرجع للنادي الأهلي نادي الأهلي إدارة وجمهور كان موقفهم لا كابتن إبراهيم سعيد بعد سنوات وبعد ما راح الزمالك طلع في أحد الستوديوهات وكاده أن يبكي عشان يرجع للنادي الأهلي والفيديوهات معنا كان موقف إدارة وجمهور أن ده مستحيل فمحاولة القياس وأن لعب قضاك وبعد كده رجع ومحاولة دايما أن أنا أقول لأمه وده بيحصل برضو في الأهلي ده غير صحيح وغير منطقي النادي الأهلي ما فيهوش حد بيتال عليه هارب لمدرب ولا لاعب ويرجع بعد كده يتقدم للجمهور ده إنه هو إحنا أصلي فيه أسباب موضوعية والجمهور يقبل ده مش هيحصل في النادي الأهلي فحتى اللي أنت بتطرحه أولا عندك نقص معلومة كبيرة جدا فيه ثانيا كمان عندك مشكلة وهي زهنيتك طول الحلقة الخلفية الإعلامية ليك الساوند تراك اللي ماشي وراء وهو إن النادي الأهلي كمان عنده مشكلة النادي الأهلي كمان عنده مشكلة لا هو مش النادي الأهلي اللي عنده مشكلة هو اللي عنده مشكلة وتقريبا فيه أزمة يعني بدأت تظهر في الأفق هي أزمة عودة النجاز والحقيقة أنا كنت أظن إنه هو يستدعي اسم خالص التاني غير الكابتن أحمد حسن وعدت أسمع الفيديو مرة واتنين يمكن مرة في تاريخ النادي الأهلي أحمد حسن مثلا غير استكوزة أحمد حسن برقبة مثلا لكن لما يقول العميد فبيقصد أحمد حسن العميد الكابتن أحمد حسن هي دي المعلومة الوحيدة اللي قالها يمكن صحيحة لما وصف الكابتن أحمد حسن بالعميد لأن الكابتن أحمد حسن لسد نادي الأهلي ورجع ولا أصلا اشتكى النادي الأهلي لأن كل الحكاية أن تعاقد الكابتن أحمد حسن خلص في 2011 انتهى الأمر من والجزيق قال مش عايز معايا أحمد حسن راح الكابتن أحمد حسن لنادي الزمالك المشكلة بقى الحقيقية هي أصلا المقضاء والفلوس اللي كانت للكابتن أحمد حسن كانت مع نادي الزمالك كانت مع نادي الزمالك فنطلع نشوف الكابتن أحمد حسن وهو بيوضح قد إيه الأستاذ إبراهيم عيسى يجهل تاريخ قرة القدم المصرية وعلى طريقة أحد اللعابين الزمالكوية مش متابعة نشوف الفيديو أنتوا يا ابني مش هتجيبوا فلوسي مش هندفع والله يعني اللي هو طبعا أكيد ودحقك هي الموضوع كله ببساطة أنا لقي حقوق الحقوق دي اتحاد الكوية حسمها وقال أن أنا لقي مستحقات هاخدها من نادي الزمالك إنما في الأول وفي الآخر القرار مش عند أحمد متابعة منصور القرار عند اتحاد الكوية اتحاد الكوية أنا لقي مستحقات في الوقت الحالي وبالتالي بناء عليه خد قرار بإيقاف القيد بالنسبة لنادي الزمالك لحين سداد المستحقات اللي المفروض أن هي ليا السؤال هنا هو نادي الزمالك أو قيد نادي الزمالك مش عايز يدفع المستحقات ليه حاجة من الاتنين يا إما أنا مليش ومش هتدفع يا إما أنا ليا وبالتالي تدفع المستحقات سؤال براهيم عيسى مش متابع بمعنى مش متابع يعني أحمد حسن أو كابتن أحمد حسن قعد أربع سنين تقريباً يجري ورا فلوسه دي بس هو قال حاجة يعني أنا أنا بقول كان طيب فيها هو بيقول إن اتحاد الكوية خلاص هيوقف القيد لنادي الزمالك ما حصلش يعني أزمة الكابتن أحمد حسن زي أزمة أي لعب لهم استحقات عند نادي الزمالك سواء داخلياً أو خارجياً في ملف 17 مليون دولار ما فيش مرة تم إيقاف القيد لنادي الزمالك من قبل اتحاد الكوية بل بالعكس ده طلع رئيس نادي الزمالك في واقعة الكابتن أحمد حسن قال إن رئيس اتحاد الكوية اللي دفعهم من جيبه وأنا مليش علاقة يا أستاذ إبراهيم ما تستدعيش حاجات تفتح عليك أبواب أنت مش قدها لأن حضرتك مش متابعها فكابتن أحمد حسن بالعكس لم يهرب من نادي الزمالك وهو في نادي الزمالك كان له مستحقات الفوز بالدوري رحت له لحد عنده وهو لاعب في نادي الزمالك أنت فعلا بالتأكيد ما تعرفش النادي الآلي لكن الغريب أن أنت كمان واضح أنك ما تعرفش نادي الزمالك مش متابع زي ما أنت قلت ده الشعار ولكن في حاجات ممكن نروح لفكرة مش متابع وحنسلم بفكرة مش متابع وده نقص معلومة ولكن اللي جاي ده مش نقص معلومة يا جماعة اللي جاي ده هو افتراء على التاريخ وأي حد يرى في نفسه صفة المؤرخ أو صفة الموصق أو صفة الباحث لابد أنه ما كانش يقع في خطأ بحجم اللي حصل فكرة الأهلي فوق الجميع شعار نازي قلنا لكم قد إيه كلمة شعار نازي ده خطاب يحض على الكراهية ضد كمان النادي الأهلي وبيحط النادي الأهلي في صورة أنه هو نادي فوقي أي حد عارف بتاريخ النادي الأهلي وضروبه وبطولاته عارف أن النادي الأهلي لم يكن أبدا على مر تاريخه هو نادي فوقي تعالوا نسمع الفيديو اللي تقال في توصيف اللفظ ونرجع بقى نقول لكم يعني إيه لأهلي فوق الجميع وليه النادي الأهلي عمره مكان بالشكل اللي شايفوا به إبراهيم عيسى نطلع ونرد بعد الفيديو لأنه في شعارات بتتقال شعارات خاطئة وبتتردد بفخر شديد وإعجاب أشد وهي تحمل جواها مشكلة كبيرة يعني لما أقول الأهلي فوق الجميع ده تعبير نازي ألمانيا فوق الجميع دي هتلر وإنهم بمعنى أنه ألمانيا جنس آري جنس متفوق أعظم الأجناس على الأرض ومن ثم يعني هي فوق وكل الأجناس بقى الساميين زي حالتنا كده أو أي حد القوقازيين أو غيرهم يعني عناصر مواطنين من درجة تانية فلما تجي تقول الأهلي فوق الجميع معناها دلالتها لازم تبقى معروفة عند الأهلاوي قبل الزملكاوي وقبل أهل اسماعيلاوي إنه الأهلي فوق الأهلوية الأهلي فوق الأهلوية يقول لك مصر فوق الجميع يعني فوق المصريين إنه هو يعني أنت توليها الأولوية الأولى مصر بالنسبة لك يا رقم واحد وبعدها يليها أي حاجة تانية نفس الحكاية الأهلاوي المفروض بالأهلي بالنسبة له أهم حاجة يليها أي شيء آخر في الرياضة إنما مش فوق الآخرين مش الأهلي فوق الجميع يعني فوق الزمالك والإسماعيلي والترسانة الترسانة يا الله يا زمان أو أي فرقة أخرى يعني تحاد ولا محلة أو غيرها بش ده المعنى هذا افتراق مبين على التاريخ ليه بقى أولا تعالوا نحرر الاصطلاح ونتكلم في الزرف الزمن اللي خرج فيه الاصطلاح في انتخابات 1992 في فبراير كان كابتن صالح سليم بيأخوض انتخابات همة جدا في تاريخ النادي الأهلي الشعار خرج بيحمل معنى هو أصلا معنى مستوحى من فكرة الوطن اللي احنا بنقر دايما أنه مصلحته وهو أولوية قصوى عندنا قبل أي حاجة أن النادي الأهلي اسمه النادي الوطني يعني هو أكتر نادي عارف يعني إيه كلمة الوطنية وعارف يعني إيه إن مصر فوق الجميع ولكن المصطلح الانتخابي خرج فيه ظرف خاص وهو فكرة النادي الأهلي فوق جميع أبنائه وفوق جميع المتنافسين ده الظرف اللي خرج في الشعار طب أنت لما بتؤول الشعار لفكرة أن النادي الأهلي نادي فوقي شايف إن هو أفضل من الآخرين أو شايف إن الآخرين أو بينظل لهم بنظرة دونية حضرتك النادي الأهلي ده مشجعينه هما 80 مليون مشجعينه هما الشعب المصري البسطاء الناس أرايبنا الناس الودعاء الطيبون الناس اللي شبهنا فعمر ما هيكون النادي الأهلي شايف نفسه نادي فوقي إحنا بنفخر بكلمة بيب بيب آه لما النادي الأهلي كان جمهوره بيخرج بالألاف والملايين في الشوارع يحتفل وصافرات أو صوت العربيات بتقول بيب بيب آه ده كان رمز الاحتفال هو ده النادي الأهلي عمره ما كان شايف نفسه بمفهوم فوق الجميع أو إن الآخرين بينظلهم نظرة دونية ولكن عايز تعرف يعني إيه الأهلي فوق الجميع من تاريخ النادي الأهلي تعالى بقى نقول لك إزاي استلهمنا فكرة فوق الجميع إن هي كانت أصلا من قبل كابتن صالح سليم لما في 1918 ست لعبين بيقدموا استقالتهم عبدالخالق صروت باشا على الفوق بيقبل الاستقالة مع منعوم عام من الالتحاق بالنادي لما في 1928 حسين حجازي بيرى إنه هو أكبر من فكرة استلام الميداليات لأن النادي الأهلي خسر في المباراة فالنادي الأهلي بيوقف حسين حجازي قبل كرة المصرية وبيعلق الإقاف على أصوار النادي عشان فعلا الأهلي فوق الجميع 1958 بتوقف 16 لاعب نتيجة التمرد 85 وبتلاعب الزمالك بالناشئين وبتكسب لإنك أنت بتقول إنه الأهلي فوق الجميع على مدار تاريخ النادي الأهلي مؤقرا حتى بالتعامل مع اللاعبين لما أحمد فتحي شاف إنه لأ أنا عايز رقم معين النادي الأهلي لأهل ده آخري لأن أنا عندي منظومة عبدالله السعيد عرضنا للبيع في الوقت اللي كان بيتهافت عليه الأندية الأخرى رمضان صبحي اتقل له معاك ساعة عارف كل ده حصل ليه؟ لأن النادي الأهلي فوق الجميع بمعنى إنه هو لا يقف على أفراد النادي الأهلي هو نادي فوق الجميع ببطولاته إنه هو سابق ولكن أبدا بدون نظرة دونية لحد ده اللي أنت لو عندك القليل من الضراية بتاريخ النادي الأهلي كنت قلت كل التحية لتاريخ النادي الأهلي اللي أنت فعلا بتجهله أنت بتتعامل على إنه أصلا مش عارف الحقيقة اللي سمع الفيديو هو بنفسه فصر يعني إيه الأهلي فوق الجميع وقال المعنى الواضح جدا إنه الأهلي فوق جميع أبنائه هو بنفسه فصر فتخيل لما هو يفسر التفسير ده ويكون وصله تفسير كل مسؤولي النادي الأهلي اللي ردده كتير جدا إنه مصطلح الأهلي فوق الجميع يعني فوق جميع أبنائه ويكون بيفصر وفي نفس الوقت بيقول إنه ده شعار نازي الغريب بقى إنه هو أصلا مش شعار نازي فتخيل عزيز القارئ إبراهيم عيسى حضرتك إما أنك تجهل أو أنك تقرأ وعن عمد تضلل ليه مش شعار نازي لأنه أصلا فكرة ألمانيا فوق الجميع أو أغنية الألمان أو النشيد الوطني لألمانيا أصلا الكلمات دي كانت 1841 تاني 1841 يا أستاذ إبراهيم عيسى يا مصقف على حد تعبير أخوك أو بعض متابعيك وتقدر ترجع وترجع المعلومات دي ولكن للأسف حضرتك بتروح لبعض الكتب ما احترمنا لكل الكتب طبعا وتاخد منها الأفكار اللي تيجي تترحى على الشاشة عندك قدرك ويسعى الطرح ولكن للأسف محتواك مغلوط فبالتالي شعار ألمانيا فوق الجميع ليس شعار نازي ده شعار مكتوب الشعر هوفمن كتبه 1841 قبل النازية بتسعين سنة ومكتوب من ثلاث مقاطع جاءت النازية وجاء هتلر وخدوا المقطع الأول فقط لغير كان الشعر قصده إن ألمانيا فوق الجميع وفوق كل شيء لأن إحنا مجموعة دويلات وعايز الكل يتحد من أجل مصلحة ألمانيا اللي هو التفسير المنطقي لأي شيء بيقول إحنا فوق الجميع لكن حضرتك إما مش قاري أو مش فاهم اللي بتقوله فبعد تسعين سنة جاء هتلر وجاء استغلوه بشكل نازي وخدوا المقطع الأول بشكل عرقي اللي هو ألمانيا فوق جميع الأجناس فبالتالي أصلا الشعار اللي انت بتقول عليه شعار نازي حضرتك تجهل معلومة لأنه مش شعار نازي ده رقم واحد ثانيا حضرتك عارف كويس قوي تفسير معنى كلمة الأهلي فوق الجميع فبالتالي أنت تضلل الجماهير وتحرد على النادي الأهلي والنادي الأهلي لن يسمح بده لكن ثالثا وده الأهم هو أنت ليه بتقف بس عند شعارات النادي الأهلي إيه الأزمة؟ أنا مش عايزة أسأل إيه الأزمة هو بالتأكيد فيه أزمة لكن ليه بتقف عند شعارات النادي الأهلي؟ موقفتش عند شعار جمهير الصفوة هو ده التعالي هو ده الاستعلاء لما يتقال احنا جمهير الصفوة احنا نادي الصفوة ده الاستعلاء يا أستاذ إبراهيم لكن لما نقول أن فوق مصلحة النادي الأهلي فوق مصلحة كل أبنائه ده زي ما قال البشموندس عادلو كوي ده تواضع أن أنت بتتجرد من مصلحتك الشخصية مهما كان منصبك داخل النادي الأهلي وبتاع لي مصلحة النادي الأهلي لكن تعالي نسمعك الشعارات اللي حضرتك تجاهلتها عن عم نسمع الفيديو الزمالك فوق الجميع الحقيقة دي جملة كنت مستنية أقولها بقالي كتير جدا من زمين قوي يا أنا عربي ليه البعض بشكل في شعبات المجتمع؟ صفوة المجتمع طبعا كلام ما يزعلش حد نادي الملك اسمه يحب الكورة يعني معنى كده الجمهور اللي ما بيحبش الكورة لا بيحبه ناس ناس كلاسة مش ما بيحبوش الكورة لا مش مش قصد كده ناس مستوىات العالية جدا هل بتشجع لزمينك إنك أنت تتولى المسؤولية في أي بتسأل بقى مين؟ المسؤولين لا بسارك أنت لا أولا المسؤولين هيعود مش هيعود ومش هيعود ما يتعرفش كاب قد إيه لكن أنا بكلمك الزمالك ده فوق الجميع أنا دايما من ساعتي عفزز أحمد ممسكت المنظومة الإعلامية أنا دايما بقول دايما لازم نرفع شعار هو الزمالك أولا وأخيرا ده شعار نادي الزمالك الزمالك أولا وأخيرا الزمالك فوق الجميع الزمالك أولا وأخيرا وأي حد يستحق أنه هيقول أي شعار لكن كمان بيتقال إحنا نادي الصفوة إحنا الجماهير اللي بتشجعنا جماهير هاي كلاس في كمية استعلاء غير طبعية لكن أنت عشان عندك انحياس تأكيدي وطبعا الناس بتوعيل من نفس عارفين يعني انحياس تأكيدي هو أنك بتبحث في كل شيء متعلق بمعتقداتك أنت عندك أزمة مع النادي الأهلي فإزاي أشوه الصورة الزهنية للنادي الأهلي النادي الأهلي بيقول الأهلي فوق الجميع وأنا عندي إحساس أن ده بيقصدنا ده يقصدون أنا فتطلع تمسك في شعار النادي الأهلي لكن مش هتسمعه من أعلام الزمالك ومش هتعقب مش هتسمع جماهير الصفوة ومش هتعقب ليه؟ لأن انت مشكلتك الحقيقة وعقدة اضطهادك هي النادي الأهلي هي تفوق النادي الأهلي نتمنى تكون وضح لك اللي انت كنت بتفسره بس بشيء من التضليل لكن انت عندك تعقيب على شعار أو النشيد الوطن الأمان عندي تعقيب على الفيديو وعندي تعقيب على الشعار على الفيديو احنا شفنا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وهو انت هنا مش بتؤول يعني انت ممكن تاخد شعار الهلي فوق الجميع وحمال أوجه فتبدأ تقول وجهة النظر زي ما انت قلت من الزاوية اللي انت عايز تشوفها لما عندنا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك انا ما بهزرش الكلام ده حصل طلع قال مع كابتن سيف أين قال ايه سيف ي مين سيف زاهر قال ان اغلب جمهور النادي الاهلي قال اغلب جمهور النادي الاهلي ما بيفهمش كورة وان جمهور نادي الزمالك ده دايما جمهور فاهم وجمهور واعي المفارقة بقى الاكتر انه هو نفسه بيتكلم استاذ براهيم عيسى كان ليه جملة لما حاب يتكلم عن جمهور النادي الاهلي وقال لك سهل وطيع وسمع وطاعة اتكلم انه جمهور الزمالك مصقف نفس النظرة اللي فيها تعالي وفيها نظرة دونية للاخر انت نفسك طبقت احد المواصفات الخاصة بان انت تشوف نفسك افضل من غيرك وبترجع تلوم على النادي الالي في تأويل الشيء وكأنك بتشوفه من نفسك بس اسامة كان نكلمكو عن المانيا فوق الجميع تعالى هنا واحنا بنتكلم في اغنية مصرية للمبدع الراحل محمد فوزي وهي من كلمات عبدالعزيز سلام كانت بتقول ايه بقى اغنية مصر فوق الجميع مصر فوق الجميع وبنا تفتدي نحن حسن منيع الى اخره اغنية مصرية هل الجملة دي او هل الاغنية دي كان معناها ان مصر شايفة نفسها ان هي فوق الشعوب او الاجناس لا مصر فوق الجميع وبنا كشعب تفتدي نفس المفهوم بتاع النادي الالي اللي قلنا دايما بيستلهم من الوطن الافكار لان عمرك ما حتقدر تخلي النادي الالي بمعزل عن الوطن لانه نادي الوطنية انت مش حابف تشوف النادي الالي بالصورة الجميلة اللي عليها اقسم بالله لو انت حتى محايد وانا ما بطلبش منك اطلاقا انك تنحزل النادي الالي كنت حتقول في النادي الالي شاعر لان ده حق ولو محايد ولكن لما تشوف النادي الالي بعين اللي بيبغض النادي الالي او بيبخسوا اشياءه مش هتشوف النادي الالي غير بمصطلح نازي زي ما انت قلت ولكن عمر النادي الالي ما يكون كده ما احنا اتفقنا بقى هو مش مصطلح نازي وازمة الاستاذ ابراهيم عيسى ان النادي الاهلي دائما رقم واحد فبالتالي هناك ازمة ستظل قائمة عند الاستاذ ابراهيم عيسى اللي كانوا بيفتخروا بثقافة الاستاذ ابراهيم عيسى ياريت يقولوله ان شعار المانيا فوق كل شيء ما طلعش شعار نازي لسا مكملين فوقعت رفق اي حتى شوفكم بعد الفصل مسامة قبل الفصل بل راجعين ولسا هنكمل في الفكرة دي تاني الله يكون فعونه بصراحة الموضوع بالنسبة له صعب النهاردة ولكن في اللي جاي عندنا بقى ردود في تاريخ النادي الاهلي وفي رموز في النادي الاهلي وفي افتراءات اتقالت على النادي الاهلي وانتو دايما عارفين لما بيكون حاجة بتتعلق بتاريخ النادي الاهلي فدايما نحن لها عبود باشا من رؤساء النادي الاهلي الملهمين والمؤسرين واصحاب النجاحات وفي عهده تسع بطولات دوري متتالي النادي الاهلي سيطر عليه ولكن بيتم تشويه عبود باشا ومحاولة تصوير وكأن النادي الاهلي قبل عبود باشا ما كانش صاحب انجازات لا تعالوا بس الاول نسمع ايه اللي تقال ونرجع بقى نقولكو حقاية التاريخ فين والرد بالورقة والألم طيب مين اصحاب المال بقى في القصة دي اللي هو بقى سطوت وسيطرت اصحاب المال يطلع علينا هنا شخصية غاية في الاهمية انا باعتبر المؤسس الحقيقي للنادي الاهلي هو الملياردير احمد عبود باشا عبود باشا بقى اللي هو الملياردير العصامي ده وملياردير مصر الاول لما تولى رئاسة النادي الاهلي من سنة سبعة واربعين لغاية الف وتسعمية واستين قرابة خمستاشر سنة هو بقى اسس النادي الاهلي اللي نعرفه الان الارض وحمام السباحة مدرجات التاتش هو اللي عمل كل وهو بقى اللي بدأ فكرة باش كان بقى رألك انا محمد عم الطلب المطرب الجميل وقى بيحكي ان حضر كان بيقطف اللعيب وحطوهم في السجن وكان اللي محمد عم الطلب يغنيلهم ويأكلوهم ويشربوهم احسن الاهلي يخطفهم هو بقى اللي هو احمد عبود باشا لانه اول مرة بقى اول دخول لرأس المال في كرة القدم بالقوة دي وبايه فلوسه عالترابيزة فكان بيخطف كل اللاعبين وينفق مكافأة كبيرة ويؤسس في النادي فكرة الصفقات والانتقلات ورأس المال والنفوذ كل ده هنرد بالتاريخ وبالحرف وبالوصائق وبكل حاجة تتخيلوها ولكن فيما يخص حاجة هي حقه للنادي الاهلي عبود باشا اه كان طبعا ليه دور هام جدا في التبرع في انشاء حمام السباحة ولكن افتتاح حمام السباحة اصلا كان قبل رئاسة عبود باشا بفترة حتى لو قليلة طيب فيما يخص بقى فكرة تصوير وكأن كانش فيه منهج للنادي الاهلي وكأن ما كانش فيه ريادة وتفوق للنادي الاهلي وكأن عبود باشا كان استثناء للقاعدة تعالى بقى فجأة عبود باشا صنع الفارق ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك لا حضراتك ده من الصح عبود باشا هو رئيس تاريخي ومؤثر ومن اهم الرؤساء في تاريخ النادي الاهلي ولكن قبل النادي الاهلي حضراتك ده ده سنة الحياة سنة الحياة تفوق الاهلي على الزمالك ده حاجة من نواميس الكول تعالى نعرض بطولات النادي الاهلي ما قبل عبود باشا خالص مقارنة بالزمالك بطولات النادي الاهلي في كاس مصر 24 بطولة لعبة 12 لستة 12 لالي لستة السلطان حسين 18 بطولة 7 للنادي الاهلي مقابل 2 للزمالك دور القاهرة 24 بطولة 12 للاهلي 9 للزمالك اجمال البطولات ما قبل عبود باشا 66 بطولة 31 للاهلي 17 للزمالك هي دي القعدة هي دي ببساطة حتى رغم ان انت بتزكي النادي الاهلي وبتزكي عبود باشا بس مش هنوع في الفخ لا عبود باشا ما كانش استثناء للقعدة القعدة طول عمرها قبل وبعد عبود باشا النادي الاهلي هو الاول النادي الاهلي فارق بفارق كبير جدا قبل سطوة المال وقبل كل اللي انت قلت ومرة تقوله اصل اللعبة في الاسماعيلية مرة تقوله الحكام مرة تقوله فلوس عبود باشا مرة وكالة الاهرام اعمل اللي تعمله هيفضل في كل التاريخ النادي الاهلي النادي الاهلي هو السلم بيذكى عبود باشا يا راجل يا طيب دي تسكيل عبود باشا سيد إبراهيم عيسى بيعجبني إنه بعض الأوقات بيتعلم من أخطأه لما أخطأ في 2010 الخطأ الفادح لما قال مؤسس النادي الآلي إدريس بيك راغب وقال سقطهمة المسونية بالنادي الآلي كان عنده رد من قناة النادي الآلي من إعلامي النادي الآلي حس بأنه هو ظهر شكله وكأنه لا يدري شيء عن تاريخ النادي الآلي فجاه في الحوارة الإيه هنستبعد إدريس بيك راغب لأن الناس بتزع لا لأن الناس بتكشب جاهلك بتاريخ النادي الآلي مش الناس بتزع إحنا بنزعلش بالعكس إحنا بنزعلش لأنه بنوضحك إحنا ما بنزعلش من حاجة إحنا معانا ورق معانا تاريخ مشرف معانا لو مريت على تاريخ الأندية كلها ما احترمنا لكل الأندية مش هتلاقي نادي يوم من أول ساعة في إنشاؤه متسجلة مش هتلاقي الكلام ده غير في النادي الآلي فطبعا القصة إن هي مش بتزعل لكن الشكل الوديع اللي ظن فارس إنه هو بيحاول يزكي به عبود باشا كان أمام الشاشة لكن كان له حلقة في الإذاعة بيتكلم فيها عن وش النادي الأهلي عبود باشا تعالوا نسمع الفيديو عشان عندنا تعقيد مهم الوش الحقيقي للنادي الأهلي هو أحمد عبود باشا يعني الوش الحقيقي يعني الذي صنع مصاري الأهلي كنادي متفوق وريادي ويعني تقريبا تحتوي أدراج دواليبه كل كاسات وضروع مصر تقريبا الكروية هو أحمد عبود باشا يعني لو الأهلي عايز يعمل له وبني آدم له يعني لا مش صالح سليم قطعا مع عظمته ومكانته وجماهريته كلعب كورة لا اللي أسس النادي الأهلي بجده هو أحمد عبود باشا واللي عمل منهج اشتري اللاعب انت بتنافس اشتري كل اللاعب يحطوه بجنبك على الدكة ده اللي خده بيها كل البطولات واللي رفع لأعلى سعر هاته ده هو ده أحمد عبود باشا هاته ده أي لعيف أي حيث هاتوه 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 نظريت هاتوه دي بتاعة الأهلي العوالي أحمد عبود باشا خلينا نكون واضحين كده هو الأستاذ إبراهيم عيسى عمل الساعة اللي بدون فواصل دي عملها ليه عشان يوضح إن أي شيء في تاريخ نادي الزمالك كان مجرد رد فعل على ما يحدث في النادي الآلي بمعنى إن فيه سطوة مال في النادي الآلي فأحنا مباح لنا كنادي الزمالك في وقتها نعمل أي شيء وليه ما قالش الكابتن صالح سليم لأن الكابتن صالح سليم لعب كرة بقى ثم مدير كرة ثم أصبح عضو ثم أستقال ثم أصبح رئيس نادي وقدر يحقق وهو رئيس نادي 35 بطولة مش هيقدر يتكلم فيهم يقول وكالة أهرام أو رجل أعمال بيصرف عن النادي من جيبه ولا هيقدر يتكلم في أي حاجة لأن فترة الكابتن صالح سليم هي فترة النادي الآلي الطبيعية النظام المؤسسي فكان الكابتن صالح سليم ب35 بطولة من وجهة نظر إبراهيم عيسى ما ينفعش يكون وش للنادي الآلي لكن الوش للنادي الآلي الملياردير أحمد عبود باشا حتى لو كانوا 23 بطولة فقط لغير ده بطولات الكابتن صالح سليم غير بطولاته كلاعب اللي بتحوالي 19 أو 20 بطولة ليه بقى؟ لأن أنا عايز هنا أنا عايز أضرب في الحتة دي أنا عايز أقول أن النادي الآلي بياخد البطولات بفلوسه أنا عايز أقول أن أحمد عبود باشا بتاع هاتوه هو اللي خلانا بعد كده للكابتن حسن حمدي هاتو أي لعب ينضم لنادي الآلي في مغلطات تاريخية فادحة لكن الحقيقة كلمة هاتو دي ما كانتش خاصة بالنادي الآلي وما بدأهاش أحمد عبود باشا رئيس النادي الآلي برغم أنه أكيد له إسهامات كبيرة جدا في الخمستاشر سنة مع النادي الآلي حقق 23 بطولة لكن أساسا التاريخ نفسه بيقول أن كلمة هاتو دي كانت من نادي الزمالك من رئيس نادي الزمالك محمد حيدر باشا 1928 إحنا عارفين أنت مبتقراش ولو قريت مش هتقول الحقيقة إحنا وصلتنا في ده خلاص وللأسف أنت بتطيع فقط لغير لما يطلع رئيس نادي يتجاوز فحقك ويتطول عليك ويقول لك هديك كذا أو هديك بكذا لكن إحنا نبدأ نعملش كذا فتعالوا نروح لـ 1928 ونشوف مين اللي كان حاطت منهج هاتوه آدي الأهرام 1 ديسمبر 1928 الألعاب الرضية اللي كان بيكتب طبعا الكلام ده إبراهيم علام جوهينة اللي هو ساعد في تمصير نادي الزمالك المختلط والأهلي في كرة القدم بين الدفاع والهجوم سيبك من فكرة أنه ما بيتحدث عن مباراة ولكن شوف بيتكلم عن فكرة تكوين فريق المختلط إزاي سنة 1928 يعني قبل 18 سنة من وجود أو قبل 20 سنة من وجود أحمد عبود باشا وقبل 20 سنة من بداية الدور المصري بيقول إيه فكانت زمرة من طلاب الوظائف اللي طالب وظيفة بيروح فين ومن طلاب الفوائد اللي عايز فايدة بيروح فين وبضع من الذين تركوا النادي الأهلي في العام الماضي طبعا كان على رأسهم حيسين حجازي وكانت بعد ذلك قوة من الدفاع بنيت على السالمين الإخوات اللي جايين من الاتحاد السكندري والحسني أما الهجوم فقد بني على مين بقى؟ على حجازي فأبازة اللي انضم ليه برضو بعد وقع الـ 28 الشهيرة ثم ضم إليهما البرنس الأسكندري طبعا اللي كان صاحب في ضيحة وقع جينيف واللي حارب محمد حيدرباش عشان ما يتوقفش وكانت النية منصرفة إلى ضم السوري والسيد جودة وتوفيق عبدالله عبدالله ولعبين كتير جدا بس يا الفكرة كلها بيقول إيه بقى؟ وكانت حتى تكون منتخب الكتر بعد ذلك في نادي واحد إلا إيه اللي حصل بقى؟ إيه الأزمة اللي حصلت؟ صرخات بعض الأندية الأندية بتستغيث من هاتو صرخات بعض الأندية التي بدأت تتأثر فعلا من هدم فرقتها من جراء هذا التكوين حالت دون إتمام هذه الخطة لدرجة أحدثت أزمة كرة القدم بسبب تمسك المختلط ببرنسة كما يعرف القارئ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إنت الكلام اللي قاله إبراهيم عيسى ده واللي افتخر بيه أخوه طلع كلام مغلوط يعني أصلا فكرة حبس اللاعبين ما كانش بسبب إن فيه فلوس أحمد عبود باشا وفكرة هات اللاعب ده ضمه للنادي الأهلي ما كانش بسبب إن فلوس أحمد عبود باشا يعني طلع أصلا أحمد عبود باشا رد فعل تأخر على نادي الزمالك عشرين سنة من سنة 1928 أستاذ إبراهيم عيسى راجع معلوماتك وقرى كويس وإنت بتتكلم عن النادي الأهلي عشان طول ما انت بتتكلم عن النادي الأهلي ستظل بالمعلومات دي الصفر اللي على الشمال يعني مش بس افتراع على التاريخ ده يصنف كتحريف نصي للتاريخ انت متخيل كمان في الفيديو يا أسامة الجملة بتاعة اللاعبين اللي بيتاخدوا ويتحطوا في السجون ويجاب لهم مطرب يغنلهم انت هنا عندك لو عندك قوة شرائية اللاعب حر في النهاية عرض وطلب هي العرف في العالم كله إنما متخيل منع رغبة اللاعب طب سيبه أنا لما يجي أحطك في سجن هل هنا انت بقى عندك إرادة لا بس جاب لهم مطرب لا هي بقى الرفاهية دي اللي أنا معملتش حسابها يعني موضوع الترفيه ده طبعا طالما السجن كان فيه مطرب فدينا اعتبر ان ما كانش توجيل اللاعب بس المنطق بعد كده يا أسامة الجملة خطيرة جدة بتاعت حتى يكون منتخب الكتر كله في نادي واحد متخيل انت بتقول ان عبود باشا هاتوه عبود باشا اللي بياخد اللاعبه اللي بيحط الفلوس دي ما قبل عبود باشا على فكرة بس احنا بنتكلم في المنهجية بتاعت هو مين اللي بيخطف اللاعبه تعال بقى الفيديو تاني بيتكلم فيه عن مش نادي الزمالك بس ده فيما يخص نادي الزمالك نادي المصري وان نادي المصري كان بيعاني من نادي الاهلي وكذا كذا كذا تعالوا نسمع الفيديو وعندنا رد قوي احمد عبود باشا ليه هو من سنة سبعة واربعين الدوري بدأ تمانية واربعين الالي فاس تسعة سنين واربع بالدور اقرالك انا بقى الجواب اللي بعته باشا من باشاوات مصر اللي هو عبد الرحمن باشا لطفي رئيس النادي المصري البرسعيدي لرئيس الديواني الملكي ملك فاروق ارجو ان ترفقوا شكوانا لساحة الملك المفدى والرياضي الاول لقد طلب النادي الاهلي اعارة ثلاثة لاعبين من النادي المصري البرسعيدي لكن النادي الاهلي نقض عهده وضم اليه احد هؤلاء اللاعبين الثلاثة وهو محمد ابو حباجة كونستبل ببوليس مصر ويسعى الى نقله من برسعيد الى القاهرة كما يحاول ضم لاعبين اخرين من نادينا بوسائل الاغراء المختلفة ونفوذ كبار الموظفين من اعضائه وهذا الحال تضطرنا الى افل ابواب النادي وحله وهو النادي المصري الوحيد في ثغرنا برسعيدي عم الذي تعددت فيه الاندية الاجنبية ونلجأ الى جلالة الرياض الاول للحلول دون تحكم هذا النادي الاهل الكبير الغني بماله ونفوذ اعضائه في الاندية الصغيرة التوقيع عبدالرحمن لطفي باشا رئيس النادي المصري البورسعيدي 49 الكلام يعني معشا كده بقولك احمد عبود باشا هو المؤسس الحقيقي ومنها جلالة الاغتي شفتوا طريقة العرض وكأن انا المنقف في التاريخ اللي جبتلك بقى التايها واللي بكشفلك عن حقائق عشت انت طول عمرك كأهلاوي وكمتابع للكرة المصرية ما تعرفهاش كل الكلام ده اجتزاء كل الكلام ده بيتاخد الكلام بمعزل عن صياقه صياقه التام حنقولهلكو ولكن تعالى بقى هل انت عرضت الامور بشكل كامل هل انت بما انك بتقول عن فكرة ضم اللاعبين هل تعرضت ان في 1928 كان نادي الاتحاد عنده وقعة زي اللي بتحكي عليها للمصري ده نعرض الخبر ونقول اللي تقال في نص جريدة الاهرام 28 اكتوبر 1928 ليس كلاما مرسلا ولا رواية على لسان احد ده لما تم استجدام لاعب من اسكندراء للتعيين في مصر اللاعب السوري اللاعب السكندري نبأ لو انه كان في صالح الرياضة لشكرت علي من سماء له ونفع به رياضيا لكنه بالعكس من ذلك اذ لا ينفع اللاعب او لا يضر اولا اولا ويدر نادي بتمامه وفريقا بتمامه وهو بيتكلم عن انتقال اللاعب ونفعه لنادي الاتحاد ثانيا وهو فريق نادي الاتحاد من شأني ان يجعل الامتعاد يزداد في الاوساط الرياضية ويعكر الجو على الرياضيين بصرف النظر عن انه يقوي فريق المختلط هنا بقى بيت القصيد هنا انت بتتخيل ان الاجواء الرياضية المسيطر عليها نادي بعينه بيوجه الصفقات وبيحذر ان ده حينتج عنه ايه وبيتقال كمان ان دعم نادي بعينه وعلى حساب نادي اخر وما معنى ان تخرق او تخرب اندية في سبيل تقوية نادي واحد نفس الجملة يا اسامة اللي بنقولها من شوية منهج ماشي انت بتؤثر وبتضعف الاندية وتؤدي الى خرابع لحساب نادي واحد وهو المختلط اللهم انه لا معنى لهذا وذاك الا ان عصر الكرة في مصر اصبح ينظر بالشر والخطر لا ليست هذه الرياضة سامية ولا روح عادية ويجب ان تأخذ المسألة دورها من العلاج السريع بان تأخذ اللجنة العليا قرارا يحرم فعلها والاتيام بها ما دام الفصل الرياضي قد بدأ فعلا لان ده بيهدم الرياضة ولا يقيم لها وزنا وثقلا هو ده كان النص تمانية وعشرين الف وتسعمائة امانية وعشرين وكل ده بيحصل كم فين النادي الاهلي ما فيش اي محاولات للنادي الاهلي لإيقاف اكتر من مقالة بتقول انه كل ده بيحصل لخدمة نادي واحد بعينه وبالامر المباشر مغلطة تاريخية مغلطة تاريخية متعمدة تاني مغلطة تاريخية متعمدة يا اما بلاش بقى فكرة ثوب المثقف اللي بنتلع به لان المثقف لما يكون بيتناول محتوى لازم يبحث في المحتوى انت جاي تحدد اسباب او ازمات الانتقالات فلازم تبقى عارف تاريخ الصفقات وتاريخ الانتقالات وإيه اللي كان بيتم اللي بيتم ان لو حصل حتى اللي انت بتقول عليه من احمد عبود باشا رئيس النادي الاعلي فهو لو حصل فحصل بفكرة عرض وطلب ورد فعل على اجبار لعبين للانضمام للمختلط بعد عشرين سنة ده رقم واحد رقم اتنين انت وانت بتقرى الخطاب بتقول ان النادي المصري سيغلق ابوابه ما لمصري لسه فاتح ما فعلش ابوابه ليه لما فيه ظلم ببين او كده وقع لي من النادي الاهلي طب رقم ثلاثة فهو انت مستحبان عليك نادي الاتحاد السكندري اللي بيشتكي من 1928 ده كده الاسكندرونية يزعله منك لفارس يزعل منك لا 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 ده هنا لو خدت بالي منك وتقولت كلام تاني خالص الحمد لله اني قاعد ده كده تزعل كده تزعل لا جمهور الاتحاد السكندري جمهور يستحق ان انت اه ما بيكتازل بعده وسينا لكن فكرة الاجتزاء والاجتزاء كمان من ايه مش هنروح ل28 من اصلا الفترة الزمانية اللي كانت موجودة سنة 49 اللي بيوضحها ابراهيم علام جهينة في نفس السنة نعرض الصورة والخبر موجود في جريدة الاهرام اللي بيدل على الفكرة اللي كانت سائدة وقتها اللي بيقول او تحت عنوان اخفاء وخطف العيب كرة القدم بيقول ايه هذه اسلحة غير مشروعة ولا يقرها القانون ولكنها شاعت بين الاندية جميعا وتعارف الجميع عليها فامست في عرفهم حلالا مستساغا للجميع للجميع مش للنادي الاهل يا سيد ابراهيم غضب القانون او رضخ رضية اللجنة الالمبية او ثارت المقدر انها في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في هذه الناحية ولا تستطيع ان تعترض مهما اوتيت من قوة ده الموجود سنة 49 ده اللي كان موجود بين جميع الاندية القصة كلها ان احنا عندنا راجل كان بيعرض على اللاعب تنضم للنادي الاهل مقابل كذا بس ده اللي كان بيعمله فانت تسيب ده اللي هو الطبيعي جدا والتداري وقعت او الوقاعة اللي كانت بتحصل اجبار اللاعبين على الانضمام لنادي اخر في مفارقة لما في حاجة بتصنفها الصحافة المصرية ونازم نكون متساقين مع ذاتنا لما الصحافة المصرية بتصنفها انها غلط قالت ايه الاندية جميعا بتعمل ظاهرة سلوكية خطأ انما لما في 1920 كان نادي في الخطر واحده بيريد على حساب الاخارين وهنا انا مش جايب من كتاب يا فارس لان في مغالطة بتاعها بيقع فيها بعض الناس انه بيستنت دايما على مرجعه في كتاب الكتاب ده ممكن يحمل وجهة نظر الكاتب طبعا لكن لما ترجع لتوصيق وارشيف لصحفي بيكتب المقالة في نفس اليوم فانت هنا بتقدر تشوف الصورة بشكل اوضح فسنة 49 وللعلم يعني عشان الناس تبقى فاهمة ليه سنة 49 وليه سنة 53 وليه سنة 57 وقتها كان فيه حاجة اسمها موسم الاستقالات كان كل لعب من حقه انه هو بعد اربع سنين مع النادي يقدم استقالته ويروح لنادي اخر ده كلام الناس اللي فاهمة يعنيه تاريخ كرة القدم اللي مش طلع تتجنى على النادي الاهلي من اجل تحولها من صفر على اليسار لصفر على يمين الواحد الصحيح اللي هو النادي الاهلي ده الكلام اللي كان بيتقال سنة 49 ان كل الاندية راحت للفكرة دي لكن الحقيقة في وجود احمد عبود باشا الراجل اللي بيخطف في اللاعبين وبيارد عليهم مبالغ مالية كبيرة جدا كان فيه شهادة للتاريخ من دكتور عادل سعد مؤرخ ينتمي لنادي الزمالك واضحة جدا وبتقول اللي انت هتسمعه دلوقتي من الاهلي هو كابتن زاكر عثمان اللي خاد بالزمالك دوري 78 كان المدير الفني ساعتها وكان فيه حكاية جريبة حصلت لي يوم بقى وهم صغيرين اللي اتنين بيلعبوا في ناشيين الاهلي تصعدوا فريق اول لان نجمين الاهلي محمد ابو حباجة وهمامي واحد كان مصاب واحد كبر في السنة فقال لك ايه الفرصة هتيجي للشباب الزغير كابتن ياكن حسين انضم للمنتخب في اول دورة عربية اتلعبت كانت في اسكندرية سنة 53 وكان النهائي يوم 9-8-53 مع سوريا وكسبنا 4-0 قبل النهائي ما يتلعب كان من المدير المنتخب المصري رحمة الله عليه كابتن محمد حسين حيال مزامورة طبعا رحمة الله عليه سامن الكاوي طبعا اتميل على ياكن حسين وعلى زكاة عثمان ما تيجي عن دين وانت هتلعبوا في المنتخب وتلعبوا اساسة كمان عيال صغيرة ورحم وقال لهم خلاص بعض الماتش قالوا بس دعمين اللي موجود عبدالبقال وجاي عشان ياخد لعبت الاهل بالعربية عشان موسم الانتقالات خايف قال لهم حنقلص الموضوع عم نكلم حانا في بسطان كابتن المنتخب ساعتها اللي هو كابتن نادي الزمالك قال له خلاص هم وفقوا ما حيجهم طبعا يعني بليه وعبدالبقال قال له سهلة العيال حيجي ناخد اللبس بتاعهم وحنركبهم عربية وانطلعهم هو هجي يدور وليه مش عليهم راح الفندق عبدالبقال وراح المكان اللي ما لقى مهمش عم حسل من زهور رد عليه رد ساعتا قال له ايه واحد احنا وانتوا ايه واحد والله احنا بنشكر اي حد بيحاول ان هو يضلل الناس عن تاريخ النادي الاهلي لان بيدينا فرصة نوضح ان تاريخ النادي الاهلي مكتوب بحروف من دهب في وجود احمد عبود باشا بيتخطف اتنين لعيبة برعاية محمد حسن حلمي الكابتن محمد حسن حلمي احد اهم رموز نادي الزمالك في استغلال واضح جدا لمنصبه وهو مدير للمنتخب بوعود للعبين الشباب تعالوا عندنا في نادي الزمالك هتلعبوا وهتاخدوا فرص كمان انك تلعبوا في منتخب مصر فالشباب تروح ويمكن الكابتن ياكن حسين له تصريح انت ازاي رحت من النادي الاهلي الزمالك قالوا والله انا كعبلت ومش عايز اقول عشان في ناس يعني بقدرهم جدا ومش عايز اتكلم عنهم فراحوا سنة 53 في وجود احمد عبود باشا اللي بيجلب كل اللعيبة راحوا برعاية محمد حسن حلمي كابتن محمد حسن حلمي وبرعاية كابتن منتخب مصر كابتن منتخب مصر كان دوره انه هو يسهل عملية تعاقدات نادي الزمالك مع لعيبي منتخب مصر كابتن حنفي بستان هاتل اتنين اللعيبة دولة احنا عايزينهم سواء الكابتن زاكي عصمان او الكابتن ياكن حسين الكابتن زاكي عصمان اللي خد دوري نادي الزمالك سنة 78 ومدير فني والكابتن ياكن حسين طبعا والد الكابتن هشام ياكن لكن الحقيقة برغم الفعلة دي وبرغم محاولة الكابتن زاكي عصمان العودة مرة اخرى في موسم الاستقالات عام 57 كان في موقف نبيل من الكابتن احمد عبود باشا بخطاب وتعهد ارسله لنادي الزمالك في وجود وقتها رئيس نادي الزمالك عبداللطيف ابو رجيلا ان اي لاعب النادي الاهلي مش هيجيب لاعب من الزمالك الا بموافقة نادي الزمالك بس تشوف عظمة وكبرياء رئيس النادي الاهلي انا التعهد ده هلتزم بيه بحالة واحدة فقط انك ترسلي كرئيس نادي الزمالك تعهد ان ما تاخدش لاعب من النادي الاهلي الا بموافقة النادي الاهلي هكذا يكون رئيس النادي الآلي في عظمته في كبرياءه في شموخه وهكذا يكون النادي الآلي في تحقيق الإنجازات والبطولات اللي أكيد أكيد من يفشل في تحقيقها هيبدأ دايماً دايماً يفكر إزاي شوفها وهكذا نكشف تحريف التاريخ لأن أنا طول عمري يا أسامة أسمع جملة أين حمرة الخجل والله العظيم أول مرة حس معناها بالشكل الحرفي ده هو في الحلقة دي والحلقة دي موضع دراسة لأي حد مختص أو أي حد مهتم يحلل عشان يعرف أني مفيش حاجة أهلوية سابوها اتقلت عن نادي الآلي ما تردش علىها لأنه زي ما قلنا تاريخ النادي الآلي هو اللي مقوينا يا أسامة بالتأكيد تاريخ النادي الآلي اللي مخلينا قادرين نتكلم وصوتنا عالي في الحق مش صوتنا عالي عشان نغلوش على غيرنا بس كمان كان فيه كلامة آل ده استنى بقى مش كلامة آل هو قال لك دلوقتي أن النادي الآلي جاب أحمر عبود باشا طب إيه رأيكم ما نجيب لكم مليار دير زمال كبير بالصبت طبعا عبود باشا وكان الحجة في النفوذ والمال الزمالك تواجد عنده رجال أعمال في الفترة دي يعني أنت عندك رئيس اتحاد الكورة وفي نفس الوقت رئيس الزمالك بعدها بتروح طول الوقت ما أنت مش في وضع سوء من الآلي ومع ذلك نتاج الآلي أفضل بتروح لرجال أعمال بيشغلوا مقعد رئيس نادي الزمالك بس إيه اللي حصل دي تشافت إزاي إبراهيم عيسى حاب يوصل لك المعنى إزاي ركز في الفيديو ده عشان فيه تفصيلة مهمة جدا بس دقق عشان تبقى تفهم كلامنا نطلع ونشوف الفيديو حضر باشا مسك الزمالك تلاتين سنة ويعني ويعني أو خمستاشر سنة تلاتين سنة الزمالك لكن لم يستطع أن يملك نفوزا غير وناخد اللعبة يسجنهم يعني إنما حظ الزمالك كان عجيب جدا يا جماعة لأنه خلاص دخل المال بقى في كرة القدم وسيطر أحمد عبود باشا والآله بيفوز بالدوري كل سنة وسيطرة وهيمانة كبيرة وبياخد اللعيبة من الفرع التانية فربك يسوق للنادي الزمالك رجل أعمال اسمه عبداللطيفة برجيلا دخل نادي الزمالك وبقى رئيس نادي الزمالك فنالك الزمالك بقى تنقل من أرض الأرض بنى مدرجات الاستاذ عمل حمام السباحة فاسبت دوري شايف بقى وسبحان الله يا أخي يقوم آآ في اللحظة دي يحصل تأميم فبمجرد ما رفع رأسه بس كده الزمالك وجاله واحد غني ملياردير يواجه الملياردير الأهلاوي عبود باشا اللي بقى له 15 سنة مفيش سلتين وجهة تأميم سنة واحده كله تأمم وكله سافر وضع على الزمالك الرجل الأعبال أو المليونير اللي ينهضه ويقيمه القومة اللي حصلت للنادي الآلي في أوله ده بصوا أي كلام عن قصة الصروة والنفوذ ما قبله قالك أصل حضر باشا مش قادر يجابه عبود باشا وإحنا أثبتنا ده لمش حقيقي طب تعالي على مستقل البطولات في وجود حضر باشا مع عبود باشا 15 بطولة الآلي خد 9 والزمالك خد 5 تعالى بقى بعد كده هو بيتكلم عن إن الزمالك بعد معاناة طبعا غير موجودة بقى قادر يجابه النادي الآلي وبقى عنده رجال أعمال إيه اللي حصل عدد البطولات عبود باشا في مواجهة أبورجيلا 15 بطولة 9 ل 6 أيضا التفاوق كان أهلاوي ولكن فين بقى المفارقة اللي أنا عايز أقولها لكم واللي قلتلك أقف عندها هو صاغ يا أسامة الكلام إزاي صاغوا إن من سوق حظ الزمالك أول ما بقى عنده رجل أعمال قادر يجابه النادي الآلي حصل إيه التأمين وخلاص ده ماشي وده ماشي هو أساسا تعالى بقى نقارن وضعك قبل التأمين ووضعك بعد التأمين وضعك قبل التأمين 15 بطولة النادي الآلي 9 مقابل 6 أبورجيلا ضد عبود باشا طب بعد التأمين مين اللي تضر النادي الآلي مش انت خالص يعني حتى بتطوع التاريخ وتوجهه لحاجة غير حقيقية من 62 بعد عبود باشا 75 النادي الآلي خد بطولة كاس مصر كل الفترة دي خد فيها بطولة كاس مصر بس نادي الزمالك بعد التأمين لحد 75 قدر يحقق الدورة أكتر من مرة قدر ياخد الكاس وكانت فترة هي الأسوأ في تاريخ الآلي عطراق الفترة الوحيدة الوحيدة بمعنى الوحيدة اللي تفوق فيها نادي الزمالك على الآلي هي ما بعد التأمين دي لحد 75 إذن بالعقل كمان جاء الجبروت أقسم بالله جبروت والله العظيم شيء غير طبيعي إن أنا كمان أقول لك لما حصل وبقى عندي رجل أعمال مشوا في التأمين طب ما بعد التأمين إنت اللي استفدت يعني محاولة تغيير الحياة بشكل غير طبيعي استفدت شاو اسمع مني لا استفد طبعا ببطولات استفاد لحد 75 استفدت هو أول لك أنا خلينا نقول أول إن فيه في الفترتين عبود باشا وامام حيدر باشا وعبود باشا وامام أبرجيلا تسع بطولات الأهلي هنا تسع بطولات الأهلي هنا لكن كان خمس بطولات للزمالك في حيدر باشا ومع عبداللطيفة برجيلا بقم ست بطولات النادي لقى لحافظ على التسع بطولات البطولة الساتة دي كانت بطولة كاس مصر اللي خد فريق الاتحاد السكندري في وجود حيدر باشا فبس عشان نكون الأمور واضحة النقطة التانية والأهم مش هنقل لكم إن الأستاذ إبراهيم عيسى يجهل تاريخ نادي الزمالك هو بيقول لك سنتين والتأميم حصل الحقيقة مش كده خالص الحقيقة إن الكابتن عبداللطيفة برجيلا قعد خمس مواسم بيقود نادي الزمالك حتى تم التأميم على الأهلي والزمالك ولكن هي مشكلة الأستاذ إبراهيم عيسى مش بس إنه مش عارف تاريخ نادي الزمالك هو كمان تفسيره لتاريخ نادي الزمالك كان فيه أزمة كبيرة جدا لما حصل التأميم وزي ما فارس قال النادي الزر تماما ولكن ضرر النادي الزمالك ده وخروجه من الصورة تماما لو أنت شايف إن أزمتك دايما كانت النادي الأهلي سواء بقى بفلوس وكالات الأهرام بفلوس عبود باشا بالعيب الإسماعيلي بكل الأكاذيب اللي أنت بتسخرها عشان تتعايش مع الفشل كل ده لو حصل وشلنا النادي الأهلي زي ما شلناه من 62 إلى 67 أنت عارف أنت كنت رقم كام أنت كنت رقم 2 يعني أنت بتحافظ على مركز الوصفة بين الأندية حتى في غياب النادي الأهلي لأن من 62 إلى 67 نادي الترسانة حق 3 بطولات حضرتك حققت بطولتين فقط لغير فتخيل في غياب النادي الأهلي أنت كنت تاني لفريق نادي الترسانة وجاي تكلمني عن أزمة النادي الأهلي وإحمد عبود باشا اللي حط منهجية النادي الأهلي يا راجل يا راجل إقرأ تاريخ وبلاش تتكلم عن النادي الأهلي وبعد الترسانة ده عشق أبدي للوصفة والله يعني الأهلي هو أسوأ فترة فيه تاريخيان عشق أبدي للوصفة بطولات ترسانة من 62 إلى 67 إلى غياب النادي الأهلي تماما وبطولتين لنادي الزمالك والنادي الأهلي حققت بطولة إلى بطولة كأس مصر في أسوأ خمس سنوات مر بيهم النادي الأهلي طيب تفسير بقى اللي احنا سردناه ده كله إيه بغض النظر بقى عن فكرة المغلطات التاريخية وما شابه وعن عمد وعن غير عمد وعن جاهل وعن غير جاهل كل ده كان تفسيره إيه تفسيره يتضح في الفيديو اللي احنا هنعرضه ده اللي هو أصلا صوت وصورة للأستاذ إبراهيم عيسى نطلع نشوف الفيديو وانا ابني بيشجع الأهلي ومن ديمقراطيتي ويعني وإيماني بالحرية لا أنا أعتقد أنه غصب عملك وإيماني بإن الزمالك طلع عيني طول عمري وجعلنا يعني يعني أنا رأيي أن اللي عايز يصاب بعقدة نفسية طيلة حياته يشجع الزمالك يعني واللي عنده مؤهلات لجنون للطهاب يشجع الزمالك واللي عايز يحس أن العالم بيتآمر على حضرته يشجع الزمالك واللي عايز يعيش حالات حزن مستدامة تعف تلمية المستدامة فيك قابل مستدامة أنك تكون زمالكاوي فتكون زمالكاويا ده صلاة صعبة جدا إذا لم تتقبلها بالروح دي هتعاني بشكل كبير جدا يعني معايير تشجيع نادي الزمالك لما كنا بنقول لأخو إبراهيم عيسى الصغير اتعلم من أخوك النهاردة بنقول للأستاذ إبراهيم عيسى خد أخوك وروحوا تعلموا من ابنك نشوفكم بعد الفصل أولا بنذكركم على كل ردود الأفعال اللي بتجيلنا وإحنا سعداء بداء ووسام على صدرنا وسيظل الأهلي خط أحمر ويا رب خط أحمر دي ما تتخذش هي كمان تتفسر طبعا أيلين مفهومها وعشان كده جمهور النادي الأهلي هو دايما الداعم الأول والسندي ولكن بمناسبة التناقضات والتحولات رمضان صبحي اللي في فترة كان الاحتراف بيقول إن كذا النادي الأهلي بيعمل كذا أنت بتضغطوا على اللاعب يعني إيه المشكلة لما اللاعب يقول أنا لقي طموحي في حتة تانية وكنا كل مرة بنقول لكم يا جماعة أي حد عاقل عارف إن التاريخ في النادي الأهلي مش في أي حتة تانية وما ينفعش حتستبدل تاريخ النادي الأهلي أو طموح النادي الأهلي بأي حتة تانية داك المصر أو أفريقيا أو أندية كتير جدا من أوروبا وبيرسي تاو كان نموذج كان بيتقال لأ حق اللاعب مع الوقت عرفنا دلوقتي ليه كان كل دا بيتقال عشان المنافس اللي مش قادر يجابهاك في دا كان عنده رغبة في ضم اللاعب نطلع ونشوف دلوقتي بيتقال لها الرمضان ونرجع نعقل أنا رحت الهاني سعيد مين فيهم؟ هاني سعيد كان بيلعب حدنا في زمانكم ماسك بيرامس فعادت معاه كنت كان جايب لي حاجة كده من المغرب فعادت معاه في القتيل فبكلمه على رمضان وإيه اللي بيحصله وكده وبتاعه يقول لي رمضان اللعيبة بتخش شمال في الناس تشتموا في الشارع آه طبعا يعني هو بوصل المرحلة من الضغوط طبعا اللي عليه إن هو لا يستطيع أن يتحملها بشر عشان كده أنا قلت لك إيه؟ غلت غلت لما ساب الأهلي طبعا مش علشان اللي صامح الله نادي بينهم أولاي لا الأهلي مع رمضان كان مختلف فبالتالي الجمهور لما قلب عليه مع وجوده هناك المستوى قل والدنيا بالنسبة لي زي ما أنت قلت نفسيا تعب الولد وده كانت أكبر دليل إن الأندال كبيرة ما بتأثرش برحيل النجوم لا يعني مثلا عايز أقول الحك الأهلي في السنة واحدة أحمد فتحي والشيف إكرامي وقبلها عبدالله سعيد وقبلها خادت نين أفرقى وربعة الزمان معرف تكوش أنا كده عارف يا راجل أنتم ده إحنا كنا بنعرض لكم كم فيديوهات دفاع عن انتقال رمضان لبرامدز وكأن دي الخطوة الأصحة والخطوة الأصلح بقى دلوقتي فكرة انتقال رمضان محتاج نادي جماهيري آآ كان اسمه المختلط وبقى اسمه نادي الزمالك ومحتاج اللاعب يتدفى فيه عشان يرجع استعيد نجومية وفي نجومية زي النادي الأهلي أيا كان اللاعب رحلك أو ما رحلكش على فكرة اللي بيمشي من نادي الأهلي ما بنبكيش عليه عشان تبقى فاه ولكن هو في نجومية بعد اللي كانت في النادي الأهلي شفت النادي اللي بينك وسين اسمه الزمالك قبل النادي اللي بينك وسين اللي اسمه الزمالك النادي الأهلي دايماً بيرسم الخط والبعض ما بيستوعبش الخط فبياخد وقت عشان يستوعب الآن رمضان صبحي أقطأ في وجوده أو إنه طرق النادي الأهلي وإن رمضان صبحي كان في الأهلي غير ده هيرجعنا لمحور غير الأهلي فوق الجميع مشينا عليه طول الحلقة هي فكرة النادي الأهلي هو الواحد الصحيح اللي بيمنح الصفر قيمة لما ييجي علي مينو يمكن رمضان صبحي اهتم بفكرة ست صفار يتحطوا في البنك وماهتمش بفكرة الصفر اللي يتحط جنب النادي الأهلي فيكون لرمضان صبحي قيمة حقيقية عشان كده نادي الزمالك أو إعلام نادي الزمالك بيتكلم عن فكرة إن رمضان أخطأ لما ترك النادي الأهلي وكذلك لعبين تركوا النادي الأهلي فالنادي الأهلي قدر يحقق اتنين دوري أبطال طبعا من حق الكابتن طريق إيه حيقول وإزا مالك كذلك حتى لو فيه لعبين بتروح وتيجي أو لعبين بتشتكي وبتهرب وترجع دي قصته لكن إحنا هنا قصتنا إننا نوضح من البداية لما كنا بنقول الأهلي لا يقف على أحد كنا واضحين وصدقين وعارفين يعني إيه النادي الأهلي إن له وجهة نظر أو طوء نجاح لرمضان صبحي في الفيديو اللي إحنا هنطلع نسمعه ده نشوف الفيديو النجم هو اللي ممكن يغلط يعني إحنا أنا طبعا بقولك يعني الناس دي أنا بديهم نصيحة يمكن قلت لحد كده قريب من رمضان صبحي ويقوله قل يلعب في الزمالك يجي الزمالك لأن ده الحل الوحيد إيه رمضان بيطلع الناس ممكن تهاجموا في الشارع الحل الوحيد والحمالي إن نلعب في نادي جماهيري في مصر اللي هو إيه الزمالك بس بص لأنه ما عندهش فرصة يلعب في الزمالك بالزبط كده بالزبط كده بص يا رمضان يا ابني أنت أخطأت عندما تركت النادي الزمالك صحي وعشان كده يا ابني أنت حلك الوحيد أن أنت تيجي نادي الزمالك طب الست أصفار يا كابتن يا ابني تعال أخد خمس أصفار عندنا بس ارجع نادي الزمالك الوقت رهنوا على الوقت يا جماعة رهنوا على الوقت والجمهيري النادي الآهلي ثقوا إن النادي الآهلي دايما دايما على الطريق الصحيح نشوفكم بعد الفاصل أغعد رفق حتى لأن لسه فقرات حلقتنا لم تنتهي عندنا فقرة أيضا مهمة جدا بعد الفاصل مجدودين معنا طول الحلقة الدروس كانت صعبة البعض حيتعلم ولو ما تعلمش إحنا حنعلمه ونفكره والبعض هيتقلم والبعض هيتقلم كتير قوي وحيتوجع ولكن حابنا نختم معاكم بحاجة لايت كده بتوريكوا العقلية الخاصة بالمنافس على المستوى الإعلامي وعلى مستوى سبات الرأي وعلى مستوى الموقف نطلع ونشوف فيما يخص تصرحات كابتن سيد عبدالخفيز اللي أصارت أزمة وكتير جدا من الإعلام حرفها كان تعليق خالد الغندور إيه عليها نشوف الفيديو طلع مدير الكورة على الهواء مباشرة في قناة النادي الآخر وراح قال كلام ضد نادي الزمالك وضد الحكام اللي حكمه النادي الزمالك وبتدى يتلفظ أو بيقول أشياء ضد الحكام منها إنه هيتم مسح الرقم وإن كل شوية يكلمني يعتذر لي واضح كلام واضح لكل الناس وكان قبليها مدير الكورة معاقب قبل كده بالإيقاف فدي متكررة بقى ده حصل تاني فموقع كتب هذا الكلام وهو صوت وصورة فالمفروض ما بتيجي تحقق ما بتجيبش كلام الوقت موقع اللي فيهم غلط بيجيب الصوت والصورة اللي قدام عينيك في القناة عشان تحقق في كلام مدير الكورة فحضرتك إيقاف مدير الكورة ثم جاء لاتحاد الكورة اللي يجلس جالسة ودية ويشرب الشاي ثم بعد التلات دقايق من وجوده في اتحاد الكورة براءة مدير الكورة ويتوجه الإسكندرية لحضور مباراة الاتحاد السجندري هو في حتى كمان في حتى بيحقق مع واحد ويطلع على البراءة بعد التلات ثواني زاكرة السمك هو ده العنوان مدير الكورة وإزاي وقال تصرحات ومتهم وده الموقف اللي قدامكم على الشاشة بس هل ده كان الموقف بص هو عايز يستغلي دايما أي أزمة وحد يخطأ من نادي الزمالك فيروح لتصرحات الكابتن سيد عبد الحفيز لما قال كذا 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 وإن هو عارف إنها تحرفت إحنا مش نروح بعيد إحنا نروح لنفس خالد الغندور وهو بيتكلم عن تصرحات كابتن سيد عبد الحفيز اللي بيستدعيها دلوقتي في أزمة شيكبالة نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعق المدير الكورة أيا كان بقى أهلي أو زمالك واللي أنت تتأسف له وتعتذر له إيه ده إحنا وصلنا لإيه بس أنا ما شفت الفيديو بصراحة عشان أنا بحب أكون منصف يعني ما شفت الفيديو بتاع كابتن سيد عبد الحفيز ما قالش إن هو بيكلمني وبيعتذر لي يعني هو قال إن هو بيعتذر لنا وهو فعلا يعني طلع على السوشيال ميديا أكتر من مرة أعتذر لكن فكرة إن هو هيمسح رقمه ده ممكن يكون يعني رقمه موجود عادي على التليفون يعني في المتقصلي رب تقول الحق أنا ما شفتش الفيديو بس أنا شاف الدنيا هاي جاء بيقوله وطبعا أنت شاف السوشيال ميديا كنت أهلا تتبقى والكلام إنما أنا لا شفت الفيديو ولا بعض على فيديونات الفترة دي بس أنا بقول لو حصل لو حصل لا ما يعديش مرور الكرام كده إنما لو ما حصلش وكان مثلا يشوف الفيديو الأصلي خلي بقى أنا خاسبوكم برضو بيطاعوا حاجات ويزويدوا حاجات أصلا ما شفت هو ما قالش صراحة إن كابتن جاد جريشا بيكلمني وبيعتذر لي لا هو قال أنا همسح تليفونه وكل ما مش هكلمه تاني وهمسح تليفونه وكل ما يغلط يكلمنا يعتذر لنا أو حاجة زي كده لو هو قال كده دي ما فعاش حاجة ما أنا ممكن أمسح تليفون خالد وخالد يمسح تليفوني دا كل واحد حر لا سحر ولا شعواد ما فعاش حاجة بس هو الكابتن خالد غنظر بيعتمد على إيه إن التصريح ده كان في الراديو فمحدش هيعرف فيجيبه ومحدش هيسمعه كتير غير لما يكون في قناة نادي الزمالك أبدأ أستدعي تصريح مغلوط عن الكابتن سيد عبد الحفيز برضو في أزمة اسمها أزمة الكابتن سيد عبد الحفيز عند البعض لكن أعتقد واضح جدا أنه هو بيرد على نفسه وإحنا قلنا أن أزمة شيكابالة مع رئيس الاتحاد هو حر لكن أزمة شيكابالة مع النادي الآهلي لن نسمح إلا بعقوبة شيكابالة على التجاوز في حق النادي الآهلي في حلقة فارس بمعنى الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع وإنها كانة وسيظل بمفهومنا اللي يصعب على البعض فهمه بشكرك فارس نشكر جمهورنا كمان بنشكر جماهير النادي الآهلي ودعمها وطبعا سيظل من يتجاوز في حق النادي الآهلي هو السفر اللي على يسار الأهلي اللي هو الواحد الصحيح طبعا شكر لفريق إعداد الأهلي خط أحمر رضا غانم وشادي صبري وأحمد الغمري وشكرا لكل الموجودين حتى خلق الكاميرات ومخرجنا البرجاوي طبعا هنا الشعار ده دايما هيكون بيدافع بقوة وبحق عن النادي الآهلي ودايما الأهلي فوق الجميع انتهى الكلام سلام اللي على يوم ودايماه حتى خلق الكاميره لكل الموجودين حتى خلق كاميره المترجم للقناة المترجم للقناة